خلينا نفتكر أنه في نفس اليوم كان المنتخب الأول الساعة 6 عنده مباراة في برج العرب وبينما المنتخب الأول يستعد للعب في برج العرب كان الجمهور كله في استاد القاهرة بيتابع المنتخب الأولمبي دي رسالة مهمة ودلالة مهمة والحقيقة خليني أحيي كل الجماهير اللي حضرت البطولة دي وخامت نموذج مفرح للأداء طبعاً طبعاً بصي هم الناس حست باللعب وحست أن هم بيقدمهم كرة راقية وحست أن هم عندهم حماس عندهم إرادة عندهم قوة عندهم الكزام كل واحد عارف دوره إيه كله عارف واحد هيعمل إيه الإرادة والتحدي والكوة دي الحمد لله هي موجودة عند المصريين وموجودة عندنا وكلمة اللي أول مرة أسمحها في المدرج يعني أنا لعبت كتير ولعبت يمكن مطشد لعبت بنا 90 مطش دولة أه ومعظمهم في استاد القاهرة أول مرة أسمع إن ده اللي بيتقال رجالة ما بيتقالش مصر ما بيتقالش فلان رجالة ورجالة دي ممكن ما بتطلقش إلا على جنودنا الأوفياء البسلاء جيشنا اللي بيحمينا كلنا ما بتتقالش اللي في المكان ده كلمة رجالة لما تلاقي بقى سبعين ألف وثمانين ألف واللعابة بتلعب آخر خمس دقيق وما فيش كلمة اللي رجالة هيا هم مكانوش بيشجعوهم مكانو بيوصفوهم بيوصفوهم إحنا حققنا رقم في أفريقيا كله العالم إنه مسابقة تحت 23 سنة يحضر الكم ده للجمهور وده اللي خلى الفيفا تشكر مصر ده فعلا تحضل أفريقيا يشكر مصر أمرها ما حصلت أمرها ما حصلت يعني ده أكبر جمهور راح لفريق تحت 23 سنة في تاريخ في العالم كله لم تحدث مباراة في العالم كله إنه يحضر عدد من الجميل يفوق 80 ألف متفرج إلا في مباريات مصر اللي أقيمت في هذه البطولة العكس كمان مهم جدا إحساس أولادك في المنتخب تحت 23 سنة قبل جمهور معظم أولادك اللي في المنتخب دول يا كابتن شو إيه لعبهم غير جمهور يعني مفيش حد فيهم يمكن دخل مباراة كبيرة بجمهور اللهم اللي غير هنطلع رمضان أيوة لأن رمضان لعب كاس العالم ولعب بطولة أفريقيا لما خدنا التاني في الجابون ولعب قدام فتاصفات كاس العالم ومنعب برة في جمهور ولعب برة في إنجلترا كان في جمهور باقي كل اللعيبة اللي موجودة أقصى حاجة حضر فيها جمهور كان حوالي حوالي 25 ألف 30 ألف كنا في المباراتين في أسباكستان هو ده أكبر جمهور حضر للعيبة اللي موجودة ما حضرش جمهور تاني أكتر لكن إحنا بقدنا فترة بنشتغل بجمهور خمس تلاف أربعة تلاف تلات تلاف أنا شايف إن الحالة اللي حصل عليها في البطولة دي وكم الشباب اللي جوم دول اللي بنتشرب بيهم كلهم ودول هم خيرت أبناء مصر اللي جايين فدول أكيد هيبقى فيه مساعدة لبلدنا أو للمسؤولين إنهم نبدأ بقى المتشط بجماهير في الفترة اللي جاية شكرا